وطن منحازون للحقيقة عدم معالجة موضوع المحكمة الدستورية بما في ذلك إعادة النظر في تركيبتها كان واحدة من النواقص التي نرى أن اللجنة لم تطرق لها موضوع توسيع مجلس القضاء الأعلى ليشمل جهات غير قضائية تم القبول به جزئيا بإضافة شخصية قانونية مستقلة وقاضي محكمة بداية وكنا طالبنا بتخفيض سن التقاعد القانوني إلى 60 عاما بدل 70 ولكن تم التوصل إلى حال وسط بأن يكون 65 عاما ربما يكون في المستقبل هناك إمكانية لتخفيضه أكثر وأخيرا كنا طالبنا بأن يتم انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى تم التوصل إلى أن مجلس القضاء الأعلى ينسب لسيد الرئيس من هو المرشح لمنصب الرئاسة ويتم أخذ قرار من الرئيس بتعينه لا أعلم إذا كانت استقالة في وسائل الإعلام معلوماتي أنها لم تقدم رسميا مثل هذه الاستقالات ورأيي أنه كان فيها نوع من التسرع خصوصا وأن هذه اللجنة كانت برئاسة السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى كان هو رئيس اللجنة وكان يفترض في مجلس القضاء الأعلى والسيد القضاء أن يناقشوا داخليا قبل الخروج إلى وسائل الإعلام اللجنة أنهت عملها وستقدم توصياتها لسيد الرئيس خلال الأسبوع اللجنة تقريب سيكون مفصل وينشر ويوضح مجرية عمل اللجنة على مدار سنة اللجنة توصلت إلى كثير من القضايا من أبرزها الاتفاق على أن القضاء يكون الإداري أن يكون على درجتين وليس على درجة واحدة وأن يكون قضاء إلغاء وتعويض وليس قضاء إلغاء فقط تقوية تفتيش القضاء على القضاء بحيث أن يكون بما يؤدي إلى رفع جودة الأحكام القضائية والتزام القضاء وأعضاء نيابة مدونات السلوك تخفيض سنة قاعد القضاء من أجل ضخ دماء جديدة في الدرجات العلية في القضاء من قضاء شباب توضيح دور وزارة العدل وسحب دورها في الإشراف الإداري على المحاكم ولكن أعطاها دور أوضح توضيح الطبيعة القانونية للنيابة العامة بالإضافة لتشكيل لجنة وطنية لتقييم جميع القضاء لأعضاء النيابة العامة إخضاع قضاءة العلية للتفتيش القضائي إخضاع النيابة العامة للتفتيش القضائي أن يكون رئيس دير التفتيش القضائي يعين بقرام للرئيس بناء على تنسيب المجلس القضاء الأعلى لمدة أربعة سنوات وغيرها من التفصيلات وكثير من التوصيات الأخرى التي سيوضحها تقرير بشكل مفصل لم يتم تغيير علية تعيين رئيس مجلس قضاء الأعلى بقيت كما هي في قانونة 2002 حيث يعين بقرامنا الرئيس بناء على تنسيب من مجلس قضاء الأعلى وبالتالي هذا ما ذكر في الإعلام غير صحيح للأسف من قبل القضاء نعم خفضنا سن التقاعد ل65 وأنا بصراحة كنت طالب أن يكون سن التقاعد 60 وليس فقط 65 لكن الاعتبارات عملية لها علاقة بالعدد الكبير من القضاء الذين سيحولون للتقاعد توفقنا على أن يكون 65 فيما تعلق بلجنة التقييم هي أسمها لجنة تقييم وليس تطهير بالعكس القضاء يحظون باحترامنا وتقديرنا جميعا وحتى أي عملية تقييم يجب أن تتم بطريقة تحافظ على هيبة ومكانة القاضي وهذا مطلب منجتمع مدني لكن نطالب أن تكون لجنة وطنية محايدة ومستقلة أن لا يطعن في أي عضو من أعضائها وإحنا كان مطلبنا أن يكون جميعها مستقليين لكن تم الاتفاق في اللجنة أن يكون أربعة أو ثلاثة يمثلون قطاع العدالة بالإضافة لنقيب المحامين وهو يمثل قطاع المحامين وخمسة أشخاص مستقلين التحدي الكبير الآن في كيفية تشكيل هذه اللجنة ومن سيكون فيها اللجنة هي لجنة رئاسية شكلها سيادة الرئيس من تسعة أعضاء دون تحديد رئيس لها من رئيس مجلس قضاء الأعلى النائب العام وزير العدل نقيب المحامين مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمداء كليات الحقوق في جامعات النجاح وبيرزيت والقدس يعني القضاء في فلسطين ليس بمعزل عن وضع السياسي العام لكن هناك ترحل وتراجع في ثقة المواطنين بطء في سير الدعاوة هناك زيادة في عدد قضاء محاكم العليا على حساب المحاكم الأقل درجة هناك خلافات كبيرة شخصية بين قضاء محاكم العليا خرجت إلى العلان في تصريحات صحفية وغير ذلك أيضا هناك تدخلات في عمل قضاء بقبل أطراف عديدة من سلطة تنفيذية وغيرها وهناك عدم شفافية في حوكمة جهاز قضائي في عمل مجلس قضاء الأعلى لا يعمل بشفافية لا يوجد وضوح بين الفصل بين دور رئيس مجلس قضاء الأعلى ودور المجلس نفسه أيضا قضاء يعني خاصة قضاء الشباب يعانون من تدخلات من درجات أعلى فيهم تدخل في عملهم يعني فيه كثير مشاكل جوهرية داخلية وخارجية وموضوعية ومسألة عملية تطوير القضاء وإصلاحها العملية معقدة حتى في أغلب دول العالم مع الأسف استطلاعات الرأي في الأخيرة تشير إلى تدني نسبة ثقة المواطنين إلى أقل من 37% من الشعب الفلسطيني يتق بالقضاء وهذا نتيجة لتدخلات أساسية من قبل السلطة التنفيذية في عمل القضاء ونتيجة لصراعات وخلافات القضاء أنفسهم وبين بعضهم انعكست بشكل كبير على تراجع ثقة المواطنين الأساسية فيهم وأصبح هناك حاجة لعملية جراحية وتدخل من الشعب الفلسطيني من أجل إعادة الثقة المواطنين والثقة بالنظام العدالة